مساحة سندوس ملخص أحداث الحلقة السبب وعشرين ابتزاز بدري وسرقة سيارته انهيار وقت وبتطلب المساعدة من سندوس انهيار مناهل بسبب صاحبتها كل دي أحداث الحلقة تابعوا معاه للنهاية ويشوفوا الأحداث بتبدأ الحلقة السبب وعشرين مع عبد الرحمن وصل الفندق بيطلع حاجته واكتشف أنه هو نسى شاحن الموبايل بيتصل بي أبو مروان وبيقوله أهلا بك في جدة وعايز أشوفك قاله خلاص أنا حلبس الشماغ ونزلك دلوقتي حالا هياخده معاه لبيته من ليه بعد كده سندوس بتتكلم مع نوف ان الشركة اللي مفروض مقدمة لها بعتولها إيميل وبتفتحه وبتلاقي كل حاجة عندها تمسحت على الكمبيوتر طبعا نوف قارت لها ان ده هكر قارت لها طب ليه يعمل كده قارت لها انت عنديك حاجة مهمة يعني ندم مفيش حاجة مهمة على الكمبيوتر خلاص مفيش مشكلة غيري بباسورد لكن سندوس كانت متضايقة إزاي حد ياخد منها حاجة هي مش عايزة تدهاله وكمان بتضايقة جدا هل السوشيال ميديا في حياتنا هل هي نفعة ولا مضرة أبو مروان بيرحب بعبد الرحمن وبيقول له تعالى معايا على البيت بتاعي قال له انه هو محتاج شاحن موبايل ضروري قال له تعالى بس معايا وبعد كده خلي الشاحن بعدين في حين ان سندوس ويرهف قاعدين وكانت سندوس بتمسح وبيتصل فرحان بمشاعر لكن سندوس قارت لها اتقالي وما تودش عليه دلوقتي بادرة عند الست اللي اخدته مبارح وكان عجبها السيارة بتاعته تعالوا شوف هيحصل فيه ايه هيحصل فيه مقلب وسرقة مبسوط طبعا بنفسه وان هو اول مرة الموضوع يبقى صادق كده ويدخل فعلا بيت واحدة وبيجاهز نفسه ومش عارف ايه اللي مستنى عبد الرحمن قاعد مع ابو مروان في المطعم بيأكله وبيحكي له ان هو جاب قبل كده يعني واحدة تقعد بأولاد اوكرانية بس مشيت دلوقتي سندوس بتعمل كل حاجة وبيعدي كده على صابعه مهتمية بالأولاد والبيت وطبعا شايفها شغلها والأولاد بيحبوها جدا ابو مروان بيسأله بيقوله هي من جوزة قاله كانت من جوزة وطلقت بسبب ان هي مش بتخلف بيقترع عليه بيقوله طبعا تتجوزها هي حلوة قاله ايوة قاله طيب ما تفكر انك تتجوزها بيفكر فعلا عبد الرحمن معقول بالنسبة البادر بيسأل البنت اللي كانت معاه معاه طبعا في بيتها وبيقولها فين جوزك بتقول ان هو مسافر وبيغب الإزوعين عليها لكن مرة واحدة بييجي جوزها وبيقوله انت ايه اللي جابك هنا وانت مين قاله انت جوزها ايه اللي جابك انت مش مفروض مسافر قاله بص انا ممكن اقتلك دلوقتي والكاميرات جابتك وانت داخل يعني ممكن اطلع منك زي الشارة ملعجين ان انا جيت البيت والقيتك مع مراتي وقضيت شرف ولو قتلتك اصلا مش هاخد فيك اي حاجة سجن قاله انت عايز ايه طيب لو عايز فلوس انا طالب معيش والله ماش معي غير 300 ريال بس قاله 300 ريال اديني مفتاح سيارتك قاله ازاي تبتستعبط قاله ديني المفتاح وقاله حبلغ الشرطة طبعا يعني بيخاف وبيديني المفتاح بتاع سيارته وبيروح وبيعود عند العربية بالشكل ده وبييجي الراجل ومع امراته وبيشوروله كده وبيغزوه بياخده العربية والراجل قاله يومنو هكلمك علشان تنقل ملكية العربية دي لي بدري كان مقهور جدا ومش قادر طبعا يعمل حاجة وسبهم يمشوا بعربيته اما بالنسبة المشاعل كانت قاعدة في البيت وبييجي بدري من برا شكله طبعا زي ما انتوا شايفين كده بتسأله مالك مش بيرده وبيطلع على طوله على فوق بيحس ان هو يعني يتضحك عليه جامد وطبعا مش حقدر يقول لي بابا اي حاجة من اللي حصلت بيحس ان مامته جامبه وانها معاه وانها بتطبطب عليه في اللحظات اللي زي دي اما بالنسبة لعبد الرحمن فبياخده ابو مروان على البيت بتاعه ابو مروان بيطلع فوق وبيسيب عبد الرحمن تحت بس عبد الرحمن بيسمع صوته وهو بيتقلم علشان كده جاب له الدكتورة وبتطمنه على حالته بينما سندوس قاعدة في البيت مش لقي حاجة تعملها بتصور كده كام صورة سيل في لها وزي انا جدا وبتفكر طبعا في الاولاد لكن مش قادرة انها ترجع لهم تاني من لايه بعد كده منصور بيسلم على نوف وبتكلم معاه بس ها كانت قال انا جدا علشان عبد الرحمن ناسه الشاحب بتاع تليفونه بتتصل بكتير ومش بيرد قال انا عليه نوف بتتصل بابو فواز ممكن يكون عارف اي معلومات عن عبد الرحمن لكن قال لها انه ما يعرفش حاجة عنه وقال لها انت قال انا ليه قالت انها خايفة يعني موضوع الصفقة اللي رايح عليها دي تضيع منه وميروحش المزاد قال لها تطميني عبد الرحمن في اي حتة فاش تقدر تلاقيه مناهل فرحانة جدا بالحاجة دا رجعت لها وبتبص عليها ومبسوطة جدا قالت تتصل براه في صاحبتها علشان تقول لها تفتح الواتساب علشان تبريها الحاجة لكنها بتقول لها لها في المستشفى قالت لها مالي فيك ايه قالت لها فيها سرطان اتصغمت مناهل وقفلت السكة وفضلت تعيط بينما السندس موجودة في البيت بتسمع صوت الاولاد بعيطه ثامر ووجد اما بالنسبة لوجد فبتروح علشان تزور فوص صاحبتها بتستقبلها طبعا سلمة وبترحب بها جدا وبتسألها عن سندس قالت لها ان سندس خلته وممشيت قالت لها خالص طلعي معفوز وانا هجيب لكو اكلت اكلو بينما بدري بقول لنا ان هو مش هيقدر يقول اي حاجة لبابا من انها حصلت دي ونندحك عليه جدا مناهل بتروح وبتزور صاحبتها راف في المستشفى صاحبتها بتقول لها لو مت قوعة تنسيني طبعا كانت منهارة جدا وفضلت تعايت وتبكي واخدتها في حضنها واجد بتكلم مع فوزة على ابوها فوز بتقول ان هي مش عايز ابوها يرجع من السجن علشان خاطر ما يضرباش ويجلتها تاني كانت طبعا منهارة واجد وبتسيب المكان وبتقولهم ما ليه بيخلفونا طالما بيعملوا فينا كده وبتمشي ويهي بتعيط ومناهل بتروح البيت وبتعيط واجد بتسيب بيت فوز وتطلع تقعد على الرصف في الشارع وبتعيط اما سلمة بتسأل فوز عن واجد قررت لها مشت ثامر عايش مع نفسه على الكمبيوتر ما فيش اي حد شغله ولا ليه علاقة بحد رجع تاني دي الوحدة اما مشاعر فكانت بتتفرج على برنامج طبخ وبتتصل نوف بسندس بتقول لها سندس تعال يرد على التليفون قررت لها اكلمها بعدين شوية واجد اتصلت بيها قررت لها واجد بتتصل اتصلت بيها واجد بتفتع عليها سندس وبتقول لها انت فين قررت لها انا في الشارع وحبعتلك لوكيشن وتجيلي على طول انا محتجالك جدا فعلا واجد بتبعت اللوكيشن لسندس سندس بتروح بسرعة وباقصى سرعة بالعربية بتاعتها علشان تشوف واجد مالها بتقول لها مالك فيك حاجة قررت لها انا الواحدين امي خلتني ومشيت بابا سافر انا مليش غيرك ما سيبنيش اخذتها في حضنها وقررت لها انا مش هاسيبك بس على فكرة اللي ميتين ممكن ان احنا نطلع عليهم صدقة ونحس ان هما دايما جنبنا وان هما سابوناش قالت لها كمان سندس ان هي بتعمل كده البابا ومامتها علشان تحس دايما ان هما جنبها اخذتها في حضنها وحاولت تهديها وقالت لها ان هي مش هتسيبها بتخلص الحلقة على كده وده كان ملخص الاحداث الحلقة السابق وعشرين من مسلسل سندس يا رب الملخص يكون عجبكم ما تسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل جديد اشوفكو على خير في حلقة تانية باي باي